السلام عليكم طلبتنا للأساة ومحاضرتنا لهذا اليوم الموازنة العامة والموازنة العامة هي تنظيم مالي شنو الموازنة؟ تنظيم مالي تنظيم علما للنفقات العامة والإرادات العامة اتناولنا محاضرات سابقة ماذا نقصد بالنفقات والإرادات هذه المحاضرة نحاول نوضح الموازنة العامة للدولة الموازنة العامة هي تنظيم مالي كدولة أو كحكومة أنظم إراداتي ونفقاتي حسب أولويتي وحسب طبعا توجهات الدولة شنو هدف الدولة؟ دولة تريد تركز على قطاع التعليم على قطاع الخدمات على قطاع الصحة فحسب توجهات الدولة هتركز دعم مالي أو تخصص مبالغ ضخمة مثلا للقطاع الصحة والتعليم على عكس قطاع الثانية ممكن تخصص لها مبالغ أقل فحسب توجهات الدولة وحسب الأهداف التي تريد تحققها حتحد يتم تنظيم الموازنة العامة بجوانب النفقات والإرادات فحنتجي على الموازنة العامة طبيعتها وأهميتها وشون نميزها الموازنة وشون يتم إعدادها فالموازنة العامة شنو نقصد بيها؟ هي خطة تتضمن تقدير للنفقات وإرادات الدولة خلال فترة قادمة غالبا ما تكون سنة يعني أنا أقدر كحكومة أبدأ أعد موازنة بالتعاون ما بين وزارة التخطيط ووزارة المالية وأعمام هذه التقارير للوزارات الأخرى على مودي الطوني موازنات التفصيلية لكل وزارة كل وزارة شنو توجهاتها شنو المشاريع التي تريد تأديها شنو حتكون توقعاتها للنفقات والإرادات المتحققة وهذه تنجمع موازنة موحدة تعرض طبعا على مجلس النواب أو على السلطة التشريعية فهي تقدير لما ممكن أحقق من إرادات خلال هذه السنة وما يتم انفاق على نفقات جارية أو استثمارية خلال السنة إذن هي تقدير لمدة سنة هذا التقدير هو توقع إحنا قلنا من نقدر ما السنة نقدر ما السنة قادمة تقدير الموازنة يختلف عن الحساب الختامي الحساب الختامي هو أني مثلا هسا خصة سنة 2020 أجي أسوي حساب ختامي لما تم انفاقه فعلا وما تحقق من إرادات فعلا خلال سنة 2020 بينما من أجي أعد موازنة 2021 أني حتوقع قد حتكون حجم نفقاتي وحجم الإرادات إذن هي توقع وتقدير لسنة قادمة يعني إحنا بوسط ألفين منتصف ألفين وعشرين يبدي أعداد موازنة ألفين وواحد وعشرين إذن أنا بألفين وعشرين أتوقع النفقات والإرادات اللي حتكون عندي بألفين وواحد وعشرين الموازنة العامة هي إجازة من اللي يجزلي الحكومة تعد الموازنة ترفعها إلى السلطة التشريعية البنلمان البنلمان اللي يبدي يناقش مفردات ووحدات وأوجه الإنفاق وأبواب الإنفاق والإرادات المتوقعة فكل هذه يناقشها من فر الضرائب على موض يجيز للحكومة عملية الإنفاق وعملية تحصيل الإرادات وبالغالي بالإجازة تكون للإنفاق لماذا؟ لأنني ممكن كوزارة الدولة أو البنلمان يجيز أو يوافق على الموازنة اللي قدمتها الحكومة فالحكومة تبدي لكل وزارة ما محدد إلها من مبالغ على مدى تقوم بمشاريعها فممكن هذه الوزارات تقوم بها المشاريع أو ممكن ما تقوم بها تأجلها إلى سنوات أخرى أو ممكن تفكر بمشاريع أخرى أو تكمل مشاريع قائمة أصلا أو تطورها فممكن تنفق أو ما تنفق بس لما البنلمان يوافق على تحصيل إرادات مثلا فرض ضرائب أو الاقتراض فهنان أو فرض رسوم جديدة أو زيادة ما موجود من ضرائب فتحصيل الإرادات ما يكون أكو صلاحية لدى الحكومة تحصيل الإرادات أو ما تحصيلها لا ستكون مجبرة بما أنه تم إجازة هذه الموازنة من قبل منوة البنلمان طبيعة طبيعة الموازنة العامة عدنا الطبيعة المالية قلنا هي تقدير للإرادات في ضوء النفقات أنا لازم إذا تذكرون بالمحاضرات البداية قلنا الحكومة تختلف أو المالية العامة تختلف عن المالية الخاصة لأنني كفرت في ضوء الإرادة اللي أحصل عليه أحدد نفقاتي بينما الحكومة أو الدولة أتحدد نفقاتها وفي ضوء أو جهة الإنفق لازم توفر الإرادات اللازمة لتغطية هذه النفقات إذا نجي على الطبيعة القانونية للموازنة العامة الموازنة العامة تعرض عن البرلمان البرلمان ممكن يصادق عليها ككل ممكن يعيدها إلى الحكومة لتعديد بعض الفقرات أو يعيدها بشكل كامل هناك من يقول أن الموازنة هي عمل قانوني بحث لماذا؟ لأن هي تمر بكل مراحل تشريع القوانين أكو مواد قانونية الإجازتها أو الموافقة لها من قبل السلطة التشريعية السلطة التشريعية هي اللي تحدد الموازنة وأوجه الإنفاق وتحصيل الإرادات على موضة تكون عندها رقابة أكثر وهناك من يرى لا أن الموازنة هي عمل قانوني شكليا بينما هي موضوعيا لا هي عمل إداري ليش؟ لأن الحكومة بوزارتها بمؤسساتها هي التي تعد الموازنة البلومان بس مجرد ممكن يصادق عليها وإعادة الموازنة المن للحكومة هي التي تنفذها وتتحمل مسؤولية عملية الإنفاق وتحصيل الإرادات هناك من يرى لا أن الموازنة هي عمل مختلط إداري وقانوني مثلا الضراء تفرض بقانون بينما الدومين العام أو الدين العام هذا بتحصيلها وإنفاقها ممكن يرجع للحكومة الرسوم للحكومة فأكو قانونية بجوانب معينة وإدارية بجوانب أخرى محاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله للمحاضرة القادمة نكمل أهمية الموازنة العامة ودورها في المالية العامة الحديثة شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر